مفتاح البيت السعيد كلنا يبحث عن السعادة ولاسي ما في بيته والحقيقة أن السعادة ليس لها وصفة سحرية تناسب كل البيوت بل إن الزوجين هما الذان يصنعان وصفة السعادة الخاصة بهما إذا ما عرفا المكونات الرئيسة لها وربما كان من أبرز هذه المكونات أولا التضحية في سبيل الآخر فهذا المكون لا شك أن له تأثيرا بالغا في حياة الزوجين فقد أكدت دراسة أمريكية أنجزت في جامعة سان فرانسيسكو أن التضحية الزوجية هي العامل الرئيس في نجاح العلاقة الزوجية والحفاظ على الحب بين الطرفين فالزوجة التي تضحي براحتها من أجل رعاية زوجها المريض والسهر إلى جانبه تضيف إلى رصيدها نقاطا من المحبة والعطاء وكذلك الزوج الذي يمضي ساعات طويلة في العمل ويحرم نفسه من الراحة وقضاء أوقات ممتعة إنما يعلي بذلك قيمة التضحية والإثار على قيمة المتعة إذن حين يعيش كل منهما على مبدأ التضحية وإثار الآخر ستنمو بينهما شجرة المحبة وسيمتلئ البيت دفءا ومودة ولأن كل منهما يدرك ما يفعله الآخر لإسعاد شريكه ولو كان على حساب سعادته فالحب بالحب والعطاء بالعطاء والبادئ أجمل المكون الثاني تقبل الآخر بكل ما فيه وهو أمر ضروري لاستمرار الحياة فليس ثمة كامل لا يعيبه شيء بل إن الإنسان جبل على النقص والعيوب وهنا يأتي دور الشريك في تقبل نواقص الآخر وهذا من جمائل الحياة كي لا يطغى عليها الروتين فعليك النظر إلى الجزء المملوء من الكأس مع محاولة إصلاح ما يمكن إصلاحه بالحب واللطف واللين فتلك الزوجة التي تتقبل وتتحمل طبيعة زوجها العصبية وغضبه السريع وتحاول أن تمتص قدر إمكانها هذا الغضب وتحوله إلى هدوء شيئا فشيئا ستكون هذه الزوجة ناجحة في حياتها الزوجية أكثر من تلك الزوجة التي تواجه الغضب بالغضب والصراخ بالصراخ وكذلك الزوج الذي يتقبل جمال زوجته المتواضع لأنه يدرك أن فيها خصالا حميدة تجعله يرى فيها أجمل النساء فيوازن بين جمال المظهر وجمال الروح هو زوج فقه معنى الحياة المشتركة أما المكون الثالث فهو الاهتمام بالتفاصيل التي يحبها الشريك فعندما يخرج الرجل من المنزل إلى عمله وترافقه زوجته إلى باب المنزل وتدعو له وتربط على كتفه فإنه سيشعر بالاهتمام والمحبة وكذلك حين يعود متعبا تسمع الباب يفتح تهرع إليه لاستقبال زوجها بابتسابة يملأها الحب والشوق سيشعر حينها بأن تعبه قد أثمر وبالتالي فإنه سيبادلها تلك الابتسامة وستغض الحياة أكثر راحة وتفاهما وحين يبادل الزوج إلى إهداء زوجته هدية حتى لو كانت يسيرة من غير مناسبة فإنها ستثمن هذا الموقف وتدرك محبته لها وحين يمدحها أمام أهله أو أهلها والآخرين وهي تسمع فإنها ستشعر بالثقة بالنفس وسيتمكن حبه في قلبها وستحاول أن تسعده بكل ما تستطيع لأن المديح في الوجه له تأثيره السحري الذي يفعل فعله في القلوب خصوصا إذا ما كان صادقا فهذان الزوجان السعدان عندهما حل لكل معضلة والحب خطتهما في كل مشكلة الدهر يتحداهما بمصائبه فيقفان إلى جانب بعضهما مضحيين وتقبلين مهتمين كي يخرجا منتصرين وهذه القيم ستنتقل بلا شك إلى الأبناء فيغض البيت جنة يجد فيها كل فرد سعادته وينطلق منها ليحقق نجاحه والسلام اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة